اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل غدى اللينات وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عداد شبيد والله عزيز ذو تقام ان الله لا يخفى عليه شيخ في الارض ولا في السماء هو الذي يصورهم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات فأن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأميله وما يعلم تأميله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلهم من عمد ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهار ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئذ هم قودوا النار كدأبيا لفرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بظنوبهم والله شديد العقاب كل الذين كفروا ستغنغون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فيتين تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله مؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة اليون الأبصار زيد للناس حب الشاوات من النساء والبنين والقناطير المخاطرة من الذاب والفضة والخير المسومة والأنعم والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أو نبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عواد ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأسواج متهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين في الأسهار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملايثة وولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما خلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم وددون ذلك بأنهم قالوا لن تمزنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفثرون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذر كل الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخذوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تبدوه لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محضرا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنسى والله أعلم بما وضعت وليس ذا كوفا أنسى وإني زميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا أسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رذقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب أبلي ملتك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا لكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أئنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح للعشي والبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنطي ربك والسدي والقعيم والقعيم الله تعين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون قلامهم أيهم يتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقدمين ويكلمون الناس في المهد وتهلون الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسي بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول لو كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والجورة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فآفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأضرغ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأولدئكم بما تأكلون وما تتخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومسجقا لما بين يدي من التوعات وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وعطيتون إن الله ربي وربكم تعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحماريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشعج بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاهل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فوعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الغادمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لو كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتئر فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص والحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرح به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراليا ولكن كان حليفا مسلما وما كان من المشرحين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واثفروا آخره لعلهم يرجعون لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى حد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسر عليم يختص من رحمته من يشاء والله ذو الخضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطر يوديه إليك ومنهم من إن تأمنوا بذينار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتطين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق إن يلمون أرسنتهم بالكتاب لذا حسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤطيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين ربابا ويأمركم بالكفر بعد إذ أنتم نسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرون قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررني قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبهون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما وكفروا بعد عيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس يجمعين خالدين فيها لا يخصف عنهم العذاب ولا هم يوضرون إن الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور الظحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفر لن تقبل توضتهم وأولئك هم الطادمون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتتا به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لا تنالوا البر حتى توفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله بيعليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم شادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا منة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت عوضي للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العادمين قل يا أهل الكتاب لماذكرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لماذا صدرون عن سبيل الله من آمن تبغونا تبغونا عوجا وأنتم شهداء وما الله بغفل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتار يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تذكرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط نستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق طقاته ولا تموتن إلا وأنتم نصلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إقوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا وافتلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد عيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتلعون عن المكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا آذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة وإنما تطفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وأضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما صر وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يطلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينأون عن المكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا وما يفعلوا من غير فلن يغفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فالكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطعنة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عانيتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدرهم مكمر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدتوا عليكم الأنابل من الغير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسعوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم قيد شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غذوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعدا للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببذر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم موادمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعفا مضعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم تنحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ودخلت من قبلكم سنان فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذمين هذا بيان للناس وهدى ومعظة للمتقين ولا تهدوا ولا تأزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرحا فقد وص القوم قرحا مثله وتلك الأياب نداملها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جادوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تناظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على قبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما تعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اوفل لنا ذنوبنا وإسرافنا ربنا اوفل لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وتبت قدامنا من وصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا فاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأتواهم الناد وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فافابكم غرما بغرم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغرم أمنة نعاسا يغشى يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتني الله ما في صدوركم ولوما حصما في قلوبكم والله عليهم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفوض حليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُونِ إِخْوَانِهِمْ إِذَا طَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حزرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي زَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُمْ لَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِنَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُمْ وَقُتِلْتُمْ لَيْلَ اللَّهِ تُعْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْا تَدَوْمَ وَلَوْ كُنْتَ فَرْفًا قَمِيْضَ الْقَلْبِ لَهَا فَرْضُوا مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَوْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخُذُلْكُمْ فَمَاذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكْلَ لِلْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغْلُ لِيَغْتِبِ مَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعْ رِضُوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَعْبِ سَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفيظ ولال مبين أولا ما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوما تقل جمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا وقاتلوا في سبيل الله أمدتعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفوائهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا خل فاذروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبانا الذين قتلوا في سبيل الله أموتا بل أحياء عند ربهم يوزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لن يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يطيع وجر المؤمنين الذين اشتجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا وجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلموا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رطوان الله والله فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنوا كالذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا عثما ولهم عذاب مهيم ما كان الله ليثرى الرؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميذ الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم مجر عظيم ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله من فضله وخيرا لهم بل هو شرشا لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن وغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوضوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليز بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عيد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان وتأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم إن كنتم صادقين فإن كذبوا فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزمر والكتاب المنير قل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن سحزح عن النار وادخل الجنة فقد فات وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتغلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين شركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراءه ورين واشتروا به ثملا وقليلا فبئس ما يشترون لا تحسب أن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسب أنهم بمفازة من العذار ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لعول الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فوق لنا ذنوبنا وكفل عنا سيئاتنا وكفل عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدنا على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أوثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوظوا في سبيلي وقتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولقد خلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أوزل إليكم وما أوزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحسار يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون